السلام عليكم إخواني اليوم إن شاء الله سأقدم لكم موقع أقل ما يقال عنه هو أنه موقع تحفة وكنز لكل من يشتغل في أمازون كدبي أو كذلك ميرش باي أمازون وهذا الموقع سيمكننا من إيجاد نيتشات مربحة بكل سهولة ومن دون عناء إذن على بركة الله وقبل البداية إخواني شكرا لكم على دعمكم المستمر وبالنسبة للأصدقاء التي تظهروا أسماءهم الآن أمامكم أريد منكم إخواني أن تضعوا الجيميل الخاص بكم في التعليق حتى أتمكن من إرسال الهدية الخاصة بكم ولمن لم يشترك بعد في القناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لأن هناك فيديوهات رائعة سأشاركها معكم في القادم إن شاء الله الموقع الذي سنقوم بشرحه هو هذا الموقع إخواني Research Base وهذا الموقع رائع جدا والجميل إخواني هو أنه أصبح يدعم أمازون كدبي وبالتالي يمكننا الاستفادة من المميزات التي سوف يمنحونا هذا الموقع وبالمجان ولاحظوا مع إخواني هنا فالعديد من المنصات كذلك يدعمها هذا الموقع لكن المشكلة هو أن المنصات الأخرى كRedBubble وإيتسي تي بابليك والعديد من المنصات الأخرى التي تظهروا فيها علامة برو هنا لا يمكنكم الاستفادة منها إلا عند الاشتراك في الموقع لكن ما يهمنا نحن اليوم هو من يشتغل في ميرش باي أمازون أو أمازون كدبي فسوف يستفيدوا من هذه المميزات مجانا إذن إخواني نقوم بالذهاب إلى هذه الخانة نقوم بالضغط عليها إذن إخواني الآن تظهروا لي هنا نافذة البحث أقوم بالنزول هنا أولا ثم أختار هنا الكتب التي رفعت حديثا ثم بعدها هنا أختار السوق الأمريكي مثلا لأنني أشتغل في السوق الأمريكي ثم بعدها هنا أأتي إلى هذه الخانة وأقوم بكتابة Coloring Book لاحظوا معي إخواني سوف تظهر لي العديد من الكلمات المقترحة من الموقع وهذه خاصية رائعة جدا يمنح حوالنا هذا الموقع خصوصا أنه يمكننا أن نقوم بنسخ أي كلمة بدغط واحدة نأتي مثلا إن أردنا هذه الكلمة نقوم بنسخها من هنا عكس أمازون فمثلا عند كتابة Coloring Book في أمازون سوف تظهر لي العديد من الكلمات المقترحة كذلك من أمازون لكن لا يمكنني الاستفادة منها وهذا هو ما يميز أولا هذا الموقع سأختار مثلا Coloring Book for Kids Ages 3-5 ثم أقوم بنسخها هكذا وأضعها هنا في البحث ثم بعدها أقوم بالبحث هكذا وهنا مباشرة سوف تظهر لي هنا في أمازون نسبة المنافسة على هذا النيتش ثم سوف تظهر لي العديد من الكتب التي رفعت في هذا النيتش والتي رفعت كذلك حديدا إذن الآن ماذا سأقوم بفعله يبدو أن هذا النيتش لا يمكنني الاشتغال عليه لأن المنافسة عليه كبيرة جدا وكذلك الصفحة الأولى ليست بها كتب حققت مبيعات إذن أقوم بالعودة إلى الموقع ثم أقوم باختيار كلمة أخرى مثلا هكذا وأقوم بكتابتها هنا ثم أضغط لأن تقل مباشرة مرة أخرى إلى أمازون إذن لاحظوا معي إخواني هذه الكلمة Superhero coloring book for kids ages 3-5 الآن يبدو أن المنافسة أقل من ألف إذن هذه كلمة جيدة لكن قبل الاشتغال لاحظوا معي إخواني أترت انتباعي هذه الكلمة بس أقوم بالتحقق هل فعلا هذه الكلمة عليها trademark أو copyright أولا قبل البحث في الكلمة أقوم بالضغط واختيار productor for merch by Amazon أقوم بنزول هنا إذن لاحظوا معي إخواني Superhero هنا live إذن هذه الكلمة قد تخلق لي مشكل إن قمت باختيارها كعنوان لكتابي لذلك لن أقوم بالاشتغال على هذا النيت أقوم بإزالته ثم أقوم بالعودة إلى الموقع ثم أختار مثلا هذا الاختيار أقوم بنسخه ولسقه هنا بعدها أقوم بالبحث إذن إخواني هذا النيت كذلك ليس عليه منفسة كبيرة إذن ما سيؤكد لي بأن النيت جيد ويمكنني الاشتغال عليه هو أنني أقوم بنسخه وأذهب إلى الموقع الغني عن كل تعريف الذي قمت بشرحه سابقا سيلر أب أختار الكيورد تول ثم بعدها هنا أقوم بإدخال النيت ثم أقوم بالبحث إذن هنا أقوم بمشاهدة هذه النتائج التي ظهرت لي هنا وأقوم بتحديد هل فعلا هذا النيت شرائع أو لا وبنسبة الأصدقاء الذين لم يشاهدوا الدرس السابق حول هذا الموقع فأطريقة سهلة جدا للتأكد من أن النيت شرائع فعلا مربح وجيد للاشتغال عليه فما عليكم سوى التأكد فعلا من أن نسبة البحث الشهرية عليه مرتفعة جدا ثم نسبة المبيعات التي يحققها كذلك شهريا مرتفعة إذن هذين معطيين والمعطاء الأخير الذي يجب عليكم التركيز كذلك عليه هو نسبة المنافسة عليه في أمازون لكن للأسف هذا الموقع لا يمنحنا هذه الإحصائية لكن لا بأس فأمازون يفي بالغرض فعند وضعك للكيورد فهنا تظهر لنا نسبة المنافسة إذن نيتش جيد يعني منافسة قليلة نسبة بحث كبيرة شهريا ثم نسبة مبيعات شهرية كبيرة كذلك هذه الشروط ثلاثة إن توفرت ما عليكم سوى الاشتغال على هذا النيتش ما عليكم سوى الاشتغال على هذه الكلمة المفتاحية وكذلك النيتش التابع لها إذن إخواني كما لاحظتم هذا الموقع رائع جدا سوف يفيدكم في إيجاد النيتشات المربحة التي ستخوي لكم تحقيق مبيعات مرتفعة في أمازون كذب إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم فيديو قموا بالضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زاراك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول